اهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث عشر كيف نسوي جزيرة على برنامج عنيجين في هذا الدرس سنضيف البلوكينج ونضيف كمان الكولوجين سنجعل اللعب لما يمشي جوه اللعبة ما يقدر يمر من جوه الشجرة سنجعله يتصادم مع الجبال ما يمر من خيرها سنعمل أشياء خفية يتصادم معها دعنا نبدأ الآن في هذا الفيديو نقول بسم الله أنا سأطفل فيديو تسجيل الكاميرا لكي يبين كل شيء انا بضغطه يلا نقول بسم الله أول ما نفعله سنجعله دعنا نبدأ بالنسبة للمنطقة نضغط للمنطقة بشكل جيد طيب ممتاز الآن ظهرت الآن ما أريد أن أفعله؟ أريد أن أضغط على الشجرة الموجودة أي مجسم يريد أن يتصادم معه أضغط عليه سأضغط على الستاتيك مش وضع على الستاتيك مش ونزل إلى تحت سأختار الكولجين قبل أن أختار شجرة أريد أن أعطيكم أعمل لكي يكون الموضوع أبسط دعنا نرى هذا الفيديو نبدأ نقوم بعمل الآن هناك مجسم أنا أمر من خلاله نعم نحن نقوم بعمل لأنه مجسم موجودة لدينا نضغط دابل الآن هذا المجسم جدا بسيط ونحن نستطيع أن نتحكم فيه ونرى نرى ما هو الشكل على شكل مستطيل فأنا أأتي إلى كوليجين فوق وأضغط وأأتي أختار لديك أدسفير كابسل أو بوكس أريد أن أكتر صندوق بوكس أضغط أضف لاحظ أنت الآن تضع عليه صندوق أخضر اللون الآن ما الأخضر هذا هو الذي أتصادم معه أضغط سوف يبدأ يخزن الآن الأبعاد الزوايا التي أغلبها لهذا المجسم ويمنعني أن أمر من خلاله دعنا نرى نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل من خلاله نقوم بعمل نقوم بعمل يفترض أن لا أمر من خلاله لاحظ أن أنا أتصادم معه وبقدر أطلع فوقي وأذهب تمام ممتاز ونفس ما أقوم بعمل بلرز لكن أنا أريد أشياء المعقدة مثل الشجر الآن أضغط على الشجرة أنا إذا أضيف على الشجرة سنقوم بعمل وحسي في منطقة أوقف فيها أخبط فيها أنا بدي بس أخبط بزوع الشجرة أتوقف ما بدي أوقف لما أجد أقرب منها الآن دعنا ننزل ننزل على ننزل ننزل تحت ننزل ننزل الآن بعد اختيار أضغط سنقوم بعمل ما سنقوم بعمل رح يرسم على الشجرة نفسها إطار رح يخلي إطار الشجرة هو الإطار اللي أنا بتصادم شايف في الإطار الأصفر الآن أنا بخبط في الشجرة ممتاز جدا 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 روعة هيك صارت اللعبة واقعية طيب نفس الأشي بعمله على الجبل دعنا نفوت على الجبل لكن الجبل مشكلته أنه تفاصيله كثيرة يعني كمية كبيرة يعني ممكن يأخذ وقت وهو يعالج فيه استخدام كمبلكستيكولوجين اسمبل سايف بسم الله ان شاء الله يخلصها بسرعة من الشيء يطول تمام سايف باكينج رح يصير الآن ممتاز جدا ما تطول طيب خلينا نروح الآن عند الجبل نحاول نمر من خلال الجبل أنا كل إحجار جبل عملها من حجر واحد تقريبا ما يسمح لي أدخل جو جو بل إني بقدر أطلع حتى على هدول لاحظ طلعت فوق هدول تمام تمام ممتاز جدا طيب الآن صفونا الشجر صفونا الجبل وصفونا كمان الفنس طبعا بنتعطيك نظرة على الشغلة لو ضغطت أنا هنا على الليت وروحت على بلاير كوليجين لاحظ أنا طلعلي هاي باللون الأزرق طبعا لو برمجت كمان بقدر أبينهم على المجسمات الثانية وهو كمان بالامرينجين 5 كان زمان أول ما أضيفها يبين الآن لازم أضيف شوية شغلات الآن لاحظ اللون الأزرق السماوي هذا هو الأشي اللي أنا بتصادم معه طيب أنا بدي أضيف شغلة إضافية على العالم طبعا خلينا نرجع على الليت الآن بدي أنا أضيف إشي اسمه بلوكينغ فوليوم اللي بلوكينغ فوليوم اللي هو مجسم نيجي على هاي نيجي على بجيب بلوكينغ فوليوم ممتاز الآن هذا البلوكينغ فوليوم هو برعا مجسم إذا أنا بتصادم معه ما بمشي من خلاله خلينا نجرب الآن بدي أمشي لقدام لاحظ أنا بمشي قاعد بس مانعني إني أمر من خلاله طيب الآن هذا المجسم اللي أنا أضفته بدي أجيبه لهون شوي أنا هون شو الفكرة من هذا المجسم اللي أجبته أنا بدي أحطه في منطقة أمنع اللاعب إنه يدخل في البحر لأني أنا ما برمجت لسباحها أصلا بنزله تحت الآن أنا بقدر أفوت لجوه طيب خلي بقدر أفوت بس شوي لجوه بس بقدرش تعدى طيب بدي أسوي شغلة إضافية بدي أضيف رايفل أنا هون أو أرجيكم شغلة خليني أجي أنا سوي بلاي عفوا سوي بلاي الآن لما أخذ أنا السلاح لاحظ لاحظ الكرات البروجيكتايل قاعد بمر من خلال الجدار ونفس الأشي أنا ما بقدر أمر من خلاله طب أنا أشي يفترض أعمل في الحالة هاي بعد أضغط على بلوكين فوليوم بنزله تحت شوي بدور على الكلجين بريزينتس هسا في عنا انفيزبل وون تمام 100% بس أغير هلا كاستوم لاحظ أنت هون أعطاني قائم بالأشياء اللي بسمح لها تمر من خلاله والأشياء اللي ما بسمح لها تمر من خلاله الآن أنا تكورات هي عبارة أو القذائف هي عبارة عن البروجيكتايل خلينا أضع علامة صح أنا هون لما حطت صح أنا هون شو أعمل؟ أمل إغنور بطل يعني صار يطنشها يسمح لها بالمرور خلص أدبرها غير موجودة أو إنه سمع يعني خليني نمر من الثاني نحاول أعطيني الإسلاح ونروح الإسلاح لاحظ بتمر الكورة وأنا ما بمر تمام تمام الآن هيك صار عندنا بلوكينج فوليوم موجود في اللعبة فأنا هسا بضغط ألت وبسحبه وبإمكاني أعمل له سكيل مثلا إذا بدي بسرعة أكبر أختصر على حالي وقت أعمل له سكيل وبأجي بقدر إنه خلي يسمح له هون يمر زي هيك وبصير أقدر المنطقة اللي بدي إياه بدش اللاعب يطلع عليها تمام مية في المية هيك بأنا الآن ممكن أمضي الساعة أو يعني الوقت إني أغلف الجزيرة كلياتها من كل جهة بالبلوكينج فوليوم حوالا كل جزيرة بهذه الحركة بمنع اللاعب يطلع من الجزيرة تبعيتي طبعا من المهم كمان أيضا إنه إنت اللاعب ممكن مرات تنتبه إنه ممكن اللاعب يطلع من فوق ويكون البلوكينج فوليوم ينط وينزل في المي ويهرب من الحدود تبعيت الخريطة تبعيتك بدك تنتبه إنك دامد سيطر على اللاعب تبعك يضل في حدود الخريطة تبعيتك الآن ننهي بالحجار لما أضغط على الحجر أنا بفوت كمان على صورته وين ستكمش تبعه هاي ستكمش بفتحه الآن الحجر ممكن أعمل حركة ممكن أضيف عليه كابسول بضغط كابسول الآن أحط ليها في كابسولة بعمل سايف الكابسول هاي ليش أنا اخترت الحجر كابسول الحجار طبعا هذا الحجر في شوي عريض خلينا نطفي هاي نيجي نشوف شكلها على بلاير كوليجين لاحظ فيه كابسولات الآن أنا مش كل المجسمات في اللعبة لازم أنا أعطيها أعطيها تصادم مية في المية ليش؟ لأنه ممكن عادي أنا أحط شغلات ومشي عليها تلاحظ أنت كانت جدا لطيفة وبشكل ممتاز جدا والآن أنا بقدر أتحكم بكل المجسمات الموجودة في اللعبة من دون أي مشاكل هيك أنا بكون خلصت أنا هاي الدورة أشوفك الفيديو الأخير في أمل الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر